لم تتوقف مطامع الميليشيات على عقارات الدولة وأبنيتها بل امتدت حتى إلى أماكن العبادة فوقع جامع الرحمن الكبير في بغداد بين ميليشيات تريد استثماره لصالحها ووقف شيعي يريد استملاكه وتغير هويته جامع الرحمن طبعاً المنطقة التي حالياً بها هي منطقة المنصور التي هي أيضاً كائن بها هذا الجامع حالياً وضعيته مشتبه أو شائكة الحكم هيمنة جهات تدعي امتلاكه أو احتكاره نحن نعرف أن هذا الجامع من زمن النظام السابق تم تشييده وبنائه ولكن لاحقاً حالة حال أكثر من البنايات التي تتبع للدولة والتي تمت هيمنة جهات مسلحة وحزبية عليها وتجييرها الصالحة أسوأ ما تدخل به القضاء في قضية جامع الرحمن هو حصر الصراع على عائديته بين الطرفين ليس لهما ارتباط به أساساً الوقف الشيعي والميليشيات وسط تواطئ واضح من الوقف السني يصل إلى حد التنازل الضمني لأغراض شخصية الحديث اليوم يتداول في الشارع هو الحديث عن جامع الرحمن وما هي الجهة المسيطرة على جامع الرحمن سيكون هناك لغط كبير سيكون هناك الكثير من الأقاويل الكثير من التصريحات بخصوص هذه المنشأة إذا لم يكن هناك دور للقانون ودور للسلطات الحكومية بالتحري عن ما هي هذه المؤسسة وما هي الجهة المسيطرة عليها أو كيفية استردادها إن كانت هي من حق مواطنين أو عراقيين أو من كانت من حق الدولة العراقية إذا ما استمرت الدولة العراقية بهذا الإهمال والتقاعس راح تستمر التوترات حول هذا الجامع بين فصيل مسلح أعلن سابق عن توترة بزعامة الأمين العام لهذا الفصيل مع الجهات الأخرى حول عائدية هذا الجامع ومن المسابعة أن يتم تهديمه وبرأيي أنه راح يكون تحت سيطرة هذه الفصائل لغاية العام غياب الدولة هو جذر المشكلة فأصبحت ممتلكات البلاد وإرثها نهباً للميليشيات التي فرضت هيمنتها بقوة السلاح هناك أزمة حقيقية في كيفية إدارة الدولة دارة الدولة عندما تكون ضعيفة هذا سيمهد لسيطرة ذو النفوذ وذو السلاح على أراضي كثيرة على مباني على فرص استثمارية قد تكون هي فيها جنب لخدمة المواطن تزوير هوية الأماكن الدينية لم يتوقف على جامع الرحمن ولن يكتفي به وإنما هو سائر إلى أبعد من ذلك طالما أن المشروع الإيراني ماض في محو إرث العراق الحضاري